وإلى البرصة المصرية حيث أنهت المؤشرات التعملات على تراجع جامعياً بدغوط من تعاملات المستثمرين الأجانب العرب وبينما تجدت تعاملات المصريين للشراء وخسر رأس المال السوقين نحو 4 مليارات و 200 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 642 ملياراً و 400 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9697 نقطة وأغلق عند مستوى 9612 نقطة منخفضاً بنسبة 88 من 100% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX 70 عند مستوى 1812 نقطة وأغلق عند مستوى 1800 نقطة مترجعاً بنسبة 40 من 100% كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2680 نقطة ليغلق عند مستوى 2661 نقطة منخفضاً بنسبة 72 من 100% إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و 70 قرشاً للشراء و 18 جنيه و 81 قرشاً للبيع أما بالنسبة للسعر اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و 66 قرشاً للشراء و 19 جنيه و 77 قرشاً للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى 22 جنيه و 88 قرشاً للشراء و 23 جنيه و قرشين للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيه و 8 قرش للشراء و 5 جنيه و 12 قرش للبيع أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات وقرش للبيع